إذن الخطاب ده في كل المسابقات ووصل للاتحاد ولابد أن يكون الاتحاد قد خاطب الجهات المسؤولة عن إعطاء الضمانات المطلوبة في المسابقات اللي هو عاجي نظامها أو ترى الوزارة أن نحن نظامها طب تفسيرك إيه؟ لما يطلع الأسد وليد العطار يقول لك والله هي حصل سهو ما تعرضش الخطاب لأنه حصل سهو مع أن الخطاب ده حصل فيه قرارات تخص الكرة يعني فيه اختراع بتنظيم الكونفدرالية بس ما خادش الضمانات أو ما قدمش الضمانات المطلوبة وكذلك الكرة النسئية والشاطئية مش كده؟ هننظر ما إحنا حاجة من دي؟ تفسيرك لتصريح الدكتور وليد العطار ليقول سهو ما حصلش بصوا يا جماعة بلاش تتحقوا على الناس وما تتحقوش على الأهل وجمهوره لأنه إذا كنا طلعنا الجواب اللي جاء لكم وقلنا لكم الترجمة الدقيقة الكاملة له هنقولكو أنتو بعدتو للوزارة إيه؟ أيوة عندك معلومة يعني؟ آه طي دي اللي أنا بقولكو تاهت ولعناه دي حلقة كشف الجناه موقع فيتو الحقيقة طلع منذ قليل الجواب اللي راح من الاتحاد للوزارة ده اللي قدام حضراتكم السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة ده خطاب موقع من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد يسعدني أن أهدي سيادتكم تحيات الشخصية وتحيات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق نتشرف بالإفادة أنه استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الإفريقي والدولي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القرية وحيث أن الموافقة الحكومية ضرورية في شهر التقدم لتنظيم تلك البطولات نرجو التفضل من سيادتكم بالموافقة على تنظيمها وبياناتها كالتالي واحد نهاية كأس الكونفدرالية الأفريقية في مايو 2022 بإستاذ الدفاع الجوي اتنين كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة سنة 23 ثلاثة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصلاة 20-24 أربعة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 20-24 وأخيراً خمسة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 20-24 وتفضلوا بقبول فاق الاحترام والتقدير جمال علام رئيس الاتحاد في تاريخ كان بقى 14-4-20-22 14 إبريل يعني بالضبط يا جماعة جالوا الجواب في 19 يناير حدد الحاجات دي في 14 إبريل طب الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي اللي حدد نهاية فبراير لتلقي الطلبات مهرحت له جواباته في 14-4 بينما هو أعلن سنات تنظيم النهائي دور الأبطال للمغرب في 9 مايو يعني لعب السيمي فاينال زهاب وظهرت المسألة 6 و7 مباراة الزهاب في السيمي فاينال وظهر أن الوداد هيصعد خلاص كسب في أنجولا 3-1 أمن التحاد الأفريقي في 9 مايو حدد أن المغرب هتستضيف بينما اتحادنا من 14-4 مشغول بالشاطئية والنسائية والصلاة والكلام الفارغ سيد أبراهيم سبع أبطالات بعت منهم خمسة مش من ضمنهم دور الأبطال دور الأبطال اللي كان بدأ ملامح للنادي الأهلي حيلعب الدور النهائي فيه ده لهم معنا أولا هنا ده الخطاب اللي راح للوزارة يبقى الوزارة هنا ما تقول لك أنا ما جاليش يبقى صدق يبقى إذن الوزارة برا الموضوع طيب الأستاذ العطار وليد العطار الدكتور وليد العطار قال لك سهوة علي إذن ما كانش فيه سهوة لحاجة إذن هناك عمد 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 الإقصاء بندين أنا ما عرفش البند الثاني إذن يعني من السبعة حاجتين منهم أن مصر تستضيف هو شال نهائي دور الأبطال الأهلي وشال نهائي دور الأبطال أفريقيا السيدات إيه السيدات أيوا هذه الجوابين محتوطين جمعوا بعض هل أنت محتاج تحقق الرأي العام عرف وله أنا أنا كنت حاسس من قبل البطولة بص يا جماعة إحقاقا للحق من أول الاشتباك ده ما حصل كل ما نتكلم المهم سعد ليقولك فيه حلقة مفقودة فيه حلقة مفقودة في الموضوع يقول لي لا فيه حاجة مش باينة فيه فعلا حلقة مفقودة الناس اتكلمت اتهمت لجنة أحمد مجاهد المجلس الحالي قال لك ده لجنة أحمد مجاهد هي اللي حسمت قبل ما نيجي فظهر أنه لا انت جايلك في 19 يناير قال لك لا ما هو اللجنة اللي فاتت هي اللي كانت حددت قلنا خلاص يبقى المسئولية مشتركة والجريمة ارتكبوها الاتنين أحمد مجاهد وجمال علام هم اللي عملوا كده في الأهل أو 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 إن بيحرك الأمور كان بيوجه أيام أحمد مجاهد بناشي للإفنت ده لإني أنا أنا متفق عليه مع ناس تانية والأستاذ جمال علام نفس الشيء طيب هنا أنا يعني لما يظهر لأن البيانة على ما ندعى هنا لما يطلع الجواب مبعوط من الأستاذ جمال علام في تاريخ 14 إبريل يبقى ما تكلمنيش على لجنة أحمد مجاهد رقم اتنين لما يتقال إن وليد العطار ساب الجواب ونسي ما تكلمنيش على وليد العطار لا ما تكلمنيش على الساق أيوه تكلمني على العمد تكلمني على إنه في عمدية حصلت وفي خطاب طلع انتقوا منه الخمس مطلاط وما سابوش اللي حاجة واحدة نهاية دورة أبطال الأفريقيا اللي فيه الأهلي ونهاية دورة أبطال الأفريقيا للسيدات اللي أنكت بقى إن في شهر أربعة كتل أزمة انفجرت أيوه واتضحت الأمور والمواقف اتضحت بالضبط وإن الزمالك مش موجود والأهل هو الموجود أهل هو الموجود أهل أستاذ إبراهيم هنا الطامة الكبرى أيوه لأننا عايشين وقت انتقائية أخفي إيه وأظهر إيه وأوجه إيه وأعمل إيه ها ولسه المشوار اللي جاي بتاع الجواب اللي بيقول على الأندية إنها اللي عليها أحكام تلحق قبل نهاية مارس علشان ما توقعش عليه عقوبات ودخلتنا في دايلمة ها يعني يعني أدي مارس ودي إبريل لتنين في عهد المجلس الحالي ها طب هو حيكون فيه حساب التعقيقه هو يعني أي واحد أدي الجواب بخط الأستاذ جمال علام وتوقيعه حدد خمس بطولات من سبع بطولات مرحبين علينا وفي إبريل كان يستطيع لو في حسن نية يقول وتنظيم بطولة ناية الأفريقي خاصة إن حصل تغيير مواقف من سحاب السنغاء واخد بالك لأن أنت ممكن جدا أنت بيجي يقول لك إما هو أنا ما كنتش أقدر أخط قرار بالملعب لحسن في دولة ولو إن دي حجة وهي شو أنا عايزة أقول لك حاجة أستاذ إبراهيم الموضوع ده غالبا تم التنصيق فيه مع الاتحاد الإفريقي الجواب ده المسابقات دول قالوا مبعادوا على الاتنين دول إحنا نبعدين بيوم ناس تاني يطلع يقول كده ما قالش كده ما هو ما قدرش يقول كده ليه لأنه كده يبقى تخلى عنك رسمي عمل عليك صفقة عيني عيني طب إيه مبرر إيه مبرره في مباراة يتجه الأهل فيها للدور النهائي ويرفض يصطفها مبرره أنا مش عايزك مش الأستاذ جمال علام بس لا أنا ما بحبش الطرف الخافي مش خافي مع وجود طرف معلن فيه طرف معلن موقع جاوب بييده هو اللي يمنك يقول الأستاذ جمال علام بقى يفاهمنا عمل كده ليه بالضبط